تتواصل في كرة محافظة دمياط جهود تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري على قدم وساق. المبادرة تهدف إلى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً وتقديم كافة الخدمات التي طلقوا بهم. منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، لا يكل ولا يمل كل من هو مسؤول عن تنفيذ هذه المبادرة التي يشعر بها كل أبناء الوطن. ففي محافظة دمياط يسير العمل على قدم وساق في قرى مركز كافر السعد لإنجاز مراحل المشروع. 28 قرية وتوابعها بمركز كافر السعد بمحافظة دمياط كانت لها نصيب من المرحلة الأولى من المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي لرفع كفاءة 1500 قرية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي العملاق الذي وضعته الدولة على رأس اهتماماتها. نشكر الرئيس أنه عمل لنا المبادرة الحياة كريمة 1500 قرية وألفين تابع وإحنا الحمد لله جئنا من ضمن الألفين تابع وقال لنا رصف للشوارع ورصف طبقة تانية للطريق وتلطين للترعة وتلطين للترعة الرئيسية عشان محافظة على المياه برضه وقال لنا هنا حوالي ست بيوت تعمل لهم بتاعت سقف وترميم للناس الفقراء نأمل إن شاء الله أن نكون ضمن مبادرة سيد الرئيس تطوير الريف المصري حياة كريمة ضمن المرحلة الأولى 1500 قرية من 4000 قرية على المستوى الجمهورية ونشكر القائمين على هذه المبادرة بشكر سيد رئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة وأنه مهتم بالغلبة وبتمنى أنه يدخل المبادرة ويدخل لنا الغاز والصرف الصحي وبشكره على المبادرة الكريمة دي من قرية لأخرى ومن مدينة لمركز تسير المبادرة على قدم وساق لتحقيق أهدافها وللوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجاً في كل المجالات كالصحة والتعليم والسكن